قال زعيم الحزب الديمقراطي الكرد الثاني مسعود بارزاني أن الكرد تعرضوا للحروب ولم يتوقفوا عن طموحهم ولم يكونوا يوما معتدين وبين بارزاني أن تاريخ الكرد وثقة مصادر دولية والنضال كان عنوانه في كل حقبة لافتا إلى أن حكومات ما بعد عام لم تطبق الدستور وكانت ستغفل الكرد بالكلام الطيب وشدد على أن الدستور هو الفيصل لما هو قادم وتطبيقه ضروري لبناء العراق مؤكدا تبعت الكرد على موقفهم ولم يسكتوا عن أي جهة تحاول الاعتداء على أقليم كردستان